موسيقى في هذه الأثناء طبعا قوات الاحتلال تستمر تستولي بالقوة على منزل جنوب الأقصى وتسلم للمستوطنين هذا ما جاء في وكالة وفاة الى العنوين موسيقى إذن كما قلنا في وكالة وفاة خبر خطير قوات الاحتلال تستولي بالقوة على منزل جنوب الأقصى وتسلمه للمستوطنين استولت قوات الاحتلال الإسرائيلية على منزل جنوب المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة وسلمته للمستوطنين بعد أن أجبرت ساكنيه على مغادرته بالقوة وتحت تهديد السلاح وقال مراسل وفا أن طواقم تابعة لسلطات الاحتلال تحرسها قوة عسكرية شرعت بتفريغ محتويات منزل في حي بطن الهوى الحارة الوسطى ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك قبل أن تسلمه لجمعية استيطانية أما في موقع عرب 48 الخبر والفيديوهات المخزية المرعبة التي وصلت من هناك شرطة الاحتلال تعتدي على رهبان بساحة القيامة اعتدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم على الرهبان واعتقلت أحدهم خلال قمع وقفة نظمتها بطرياركية الأقباط الأورتذوكس بالقدس عند باب دير السلطان القبطي في ساحة كنيسة القيامة وأتى تنظيم الوقفة احتجاجا على رفض الحكومة الإسرائيلية تنفيذ الكنيسة القبطية أعمال الترميم داخل دير السلطان القبطي فيما تنفذ طواقم بلدية الاحتلال أعمال الترميم داخل الدير لصالح الأحباش دون موافقة الكنيسة القبطية في موقع والله الإسرائيلي الخبر الذي احتل كافة عنوين الصحافة الإسرائيلية اليوم الرئيسية في إسرائيل هايوم جاء موقع والله عملية نقل هذا الخبر عن إسرائيل هايوم بأن ريفلين رئيس الدولة يخطط لفتنة ضد نتانياهو ومقر إقامة رئيس الدولة يرد هذه برانوية أي جنون عظمة عن نتانياهو ووفقا لتقرير الصحيفة نتانياهو يخشى أن رئيس الدولة لن يلتيح له تشكيل الحكومة ويعمل على تغيير القانون مقر الرئيس رد هذا جنون عظمة لا يعتمد على أي أمر حقيقي ملموس يجب ترك العلاج للمهنيين الذين لا يتحدثون ويثرثرون كثيرا مصادر قريبة من رئيس الوزراء قالت تم إنشاء المؤامرة من قبل مسؤول سابق في الليكويد وفي إسرائيل هايوم عن نفس الموضوع الخبر المركزي بسبب الخوف من ريفلين نتانياهو أوقف تقديم موعد الانتخابات كتبت صحيفة إسرائيل هايوم أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمين نتانياهو قرر في اللحظة الأخيرة الامتناع عن تقديم موعد الانتخابات وذلك بداعي أن مقربين منه وقفوا على مؤشرات مفادها أن الرئيس الإسرائيلي روفي ريفلين لا ينوي إلقاء مهمة تشكيل الحكومة الجديدة على نتانياهو حتى لو فز وبحسب الصحيفة فأن نتانياهو أشرك مقربين وكبار المسؤولين في الليكويد بهذه المخاوف وأجرى مشاورات التباحث بشأن الطرق التي يمكن بواسطتها معالجة هذه المسألة وأضافت أن إحدى الطرق كانت تغيير القانون لمنع حصول مثل هذا السيناريو يشار إلى أنه بحسب القانون فإن رئيس الدولة الإسرائيلية يستطيع بعد الانتخابات إلقاء مهمة تشكيل الحكومة على أحد عضاء الكنيسة إذا كان من المحتمل بدرجة عالية أن يكون قادرا على تشكيل ائتلاف حكومي وذلك بعد إجراء مشاورات مع رؤساء الكتل في الكنيسة الجديدة في خبر آخر إسرائيل هايوم كشفت من هو هذا المسؤول السابق في الليكويد الذي يخطط لهذه الخطة يقولون عن جدع ساعر وهو وزير سابق بأن هذا كلام مئنة ونظرية مؤامرة سخيفة بمعنى بأنه ليس هو من رتب ما يدعون بأنه رتب ورد الوزير السابق على النشر الذي كان في إسرائيل هايوم وآثار النظام السياسي في إسرائيل بأن مصادر مقربة من نتنياهو أو مصادر كانت سابقا مقربة والآنية في الليكويد وراء منع التشكيل لحكومة قال بأن هذا التخوفات عفوا ليست في مكانها وسخيفة وأخيرا في واي نت في هذا الخبر رده من بيت رئيس الحكومة بأن نتنياهو يعاني من جنون العظمة لأنه يفكر بهذه الطريقة ورد ريفلين على التقارير تفيد بأن رئيس الوزراء يعتقد أن الرئيس الدولة لن يتيح له تشكيل حكومة بسبب تصفيات قديمة بترتيبات مع مسؤول سابق في الليكويد بأنها تلفيق مؤامرة ووزير سعر يقول لا أساس لهذه الأقوال والآن للخبر الأخير في موضوع آخر جاء في واي نت التقدم في مطاردة الإرهابي الذي نفذ عملية مستوطنة بركان وتم اعتقال متعاونين كما جاء في الخبر وهذه ترجمة حرفية ألقي القبض على عدد من الفلسطينيين المشتبه في مساعدتهم للإرهابي أشرف نعلو كجزء من وحدة سرية في منطقة الكرم يمثل القبض تقدما كبيرا في التحقيق في هذا الهجوم إذن يقولون بأنهم اقتربوا من تنفيذ لا تقال بحق أشرف نعلو منفذ عملية بركان ورأينا بأن في إسرائيل هناك عاصفة سياسية نتنياو يقول بأن هناك مؤامرة كانت عليه بينما رئيس الدولة يرد بأن هذا جنون عظمى وساعر الذي كان سابقا وزير الداخلية من طرف الليكيود يقول بأنهم يتبلون عليه ولا أساس لهذا الكلام في مسألة الاعتداء الذي تعرض له رهبان من الكنيسة القيامة وهي اعتقال أحدهم في بطريركية الأقباط الأرثوذوكس معي عبر الهاتف الصحفية نسرين ريناوي يعطيك العافي نسرين كريستين كريستين عفوا كريستين عمليا ما الذي حدث صباح اليوم وكيف تم هذا الاعتداء نعم يعني كان هناك وقفة في ساحة كنيسة القيامة وقفة احتجاجية تلمية لرهبان الأقباط الأرثوذوكس احتجاجا على قيام بلدية الاحتلال بترمين جير سلطان عنوى ودون موافقة من الكنيسة القبطية كانت الوقفة صدأة لساعة السابسة وذلك تزامنا مع وصول العثمان بلدية الاحتلال شكل الرهبان بأشتدهم دروعات مشارية وحوازز ومنعوا العثمان من الدخول شرطة الاحتلال وقواته اعتدت بالضرب نكلت سحرات اعتقلت أحد الرهبان وكانوا مريكا اصباط في صفوفهم الاعتقال بأحد الرهبان استمر لدقائق 10 دقائق أو 3 ساعة بينما تدخلت السفارة القصرية من أجل الإفراج عن هذا الراهب يعني نفترض أن رجال الدين يوم محميون ولديهم حصانة إلا أن قوات الاحتلال تختار كل المعايير والمواسيق الدولية والإنسانية والدينية لذلك ضجت القبط في هذا الخبر انتشرت مواقع على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات ومنقطع فيديوهات تظهر هذا الإنتداء تظهر الصحل تظهر أثار الإنتداء انتشرت كالنار في الهشين على مواقع التواصل الاجتماعي هذا عدوان جديد ينفذه الاحتلال بحق المقدسات المسيحية على غرار بيونتك بالجرائم بحق المقدسات المقنية نعم كريستين يعني عمليا قلت كما تفضلت الآن بأنه ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في جولة في مواقع وفي الصحف العبرية اليوم والمواقع وأيضا في الراديوهات العبرية صباحا يعني تقريبا تقريبا لم يذكروا هذا الموضوع رغم بأن الاعتداء خطير وهو كما تفضلت اعتداء على أشخاص يلبسون لباسا يمثل ديانة مهمة كبيرة من المفروض أن العالم يضج لها السؤال كيف تفسرين هذا الهدوء النسبي مقارنة بكبر الخبر الذي كان على الأرض يعني هو ليس هدوءا بينما يعني يظهر ويجسد بأن الإعلام الإسرائيلي والإعلام العبرية هو أعلى موجه يظهر للجمهور الإسرائيلي ما يريد لذلك انتهاك واعتداء محرج إلى هذه الدرجة بطبع الحال لا يحرج إسرائيل ولن يتنقله مواقع عبرية وذلك يعني على رغم من سياسة المواجهة هذه وسائل الإعلام العبرية يعني عليها أن تحترم المشاهد أو القارئ وتذكر وتأتي على ذكر مثل هذه حتى لو أنها تحرج شرطة إسرائيل يجري هو يعني ولوحها يعني المطرانة القبطي لوحها في مقابل الذي جيته معنا بأنه يعني هذا محاولة الاستلاع على العقار يعني عندما يرمم أي جهة عندما ترمم أي عقار تصبح مالك له بالتالي هذه المقدمة لتضع شرطات الاحترال يدها على هذا العقار هذا الدير الدير الصقار التابع للكميسة القبطية وبالتالي الأمر ليس مسهل إدراك أبعاد هذا الترميل دفع بالرمضان وبالقصاوصة والأباء والمطران للوقوف وأن يبدأوا في وقفتهم من الساعة السادسة صماحاً قبل أصلاً أن تشر الشمس على القدس لذلك هذا اعتداء خطير يأتي في سياق الاعتداء على المقدسات يأتي في سياق والمسك بالوضع القانوني والتاريخي للقدس وما يجري في الأقصى هو نفسه ما يجري بحق كنيسة القيامة وكل المقدسات كل ما هو غير يهودي ولا مستهدف وهذا ما ننمسه ونحن فلسطينيين نعيش في هذه المدينة وأيضاً بعد أهنام ترمب والقاضي باعتبار أن القدسي عاصمة لدولة الاحتلال هذا زاد يعني وتخذ بالاحتلال من هذا الإعلان بريعة لذلك هو الآن يتصرف بتجديد هذا الإعلان على الأرض وبالتالي يقول أنه غير يهودي مستهدف وهذا ما ننمسه ويقوله أي مقدسي أو أي فلسطيني يعيش على هذه المرض نعم كريستينا السؤال قبل الأخير لو سمحت هل كان هناك أي نوع من الاستفزاز قبل بداية هذا الهجوم كي يفهم المشاهد الآن نتحدث عن مظاهرة سلمية واعتداء بين هذا وهذا ما الذي كان هل هناك كان شعارات أو نوع من أنواع التوبيخ أو مطالبة الرهبان بفراغ المكان ولم يوافقوا كيف تم الاعتداء الأول رغم أن الرهبان العفوان الشرطة رأت بأن هناك كاميرات في المكان وكان يمكنها أن تختصر على نفسها هذا الإحراج إن كانت تحرج يعني قلت لك ما جرى بأن الرهبان هم شكلوا بأستاذهن دروعة مشارية لمنع دخول العمال من الدخول إلى دير السلطان لذلك وقفة الرهبان وتشكيل الرهبان بأستاذهن الحواجز لذلك ترجو بالاحتلال بالطبع الحال وبدأ بتصريقهم بالعنف بالقوة الضرب الاعتداء السحاب التنكيب الاعتقال الإصابات لذلك يعني بالنهاية هذه وقفة سلمية فقط هم عزل يعني يفدون بزيتا اللباس الديني الذي يدل على أنهم رجادين ويعني بالنهاية الاحتلال لم يجبه هذه الوقفة وبدأ بتصريقهم بالقوة تطورت الأمور إلى أن تقل أحد الرهبان وهذا الاتقال أدى إلى تدخل السفارة المصرية من أجل الإفراج عنه ولو لا تدخل السفارة لا بقي أو أفضل احتلال على اعتقال هذا الراهب بطبع الحال لا يوجد أي سبب لإدلاع أي اشتباك أو أي مواجهة هذه قوة احتلال قوة عسكرية تطور الغماء بالاعتداء أقول على كل الوقفات السلمية والاحتجاجات السلمية ورأيتم ترون ذلك في القوت ترون ذلك في الخن الأحمر في طول الأرض الفلنطنية وعرضها هذا يعني يطبق ولا يحتاج الاحتلال إلى سبب ذريعا من أجل أن يقمع أي وقفة أخيرا هل تتوقعين أن تستمر هذه الصور وهذا الخبر في الصحافة العالمية وأن يأخذ بعض أكبر أما أن إسرائيل ستستطيع كبره هنا إن صح التعبير يعني كان هناك ممثلين لوكالات العالمية غطت الحدث وصورت الحدث وبالتالي ببضل حال يعني صغطية الحدث هو يعني وصول هذه الصور البشعة والمؤلمة إلى الجماهير وإلى المجتمعات الأوروبية والدولية لذلك يعني مهما سيطرت إسرائيل على المثال الألام لدول تابعة أو منحازة لها أن تستطيع السيطرة على موقع التواصل الاجتماعي التي تتناقل وتترجم هذه المقاطع وتفضح ما يجري من انتهكات بالنهاية أتحدث عن كميسة القيامة وكل ما يوحيطها هذا يعني يمس كل المسيحيين في العالم يمس المسيحيين في فلسطين أو في الشرق الأوسط يمس كل المسيحي وكل حر أيضا يعني ما جرى من اعتداء هو مثل الفلسطيني المسلم والمسيحي ليس فقط المسيحي كل أحرار الأعمل تنزهم هذه المشاهد ولا يجبهم هذه الاعتداءات لذلك باعتقادي بأن هذه الاعتداءات يعني من الصعب أن تبقى حبيثة الموقع الذي حدثت فيه باعتقادي بأنها سوف تنتشر ويعني طالب المتحدثون في المقابلات التي أجريدها بمحاسبة وتوعدوا بتدخل لوزارة الخارجية العربية والمصرية يعني هناك سوف يكون هناك سلسلة خطوات على الأقل تلوح في الأفق من أجل محاسبة إسرائيل على مجرى اليوم وأيضا لوقف الترميم المستمر نتحدث عن هذا اليوم الثاني لعمل بلدية الاحتلال والاحتلال ماضي في الترميم رغم أن الكنيسة القبطية رافضة وبالتالي المعرك لم تنتهي وبالتالي من المتوقع أن يكون هناك تطور لهذه الأزمة العزيزة الصحفية كريستين ريناو شكرا جزيلا لك